السلام عليكم وظائف الكلا حقيقة هذه الحلقة يجب أن تدخل كل بيت ليش؟ لأنه كثير من الناس بمجرد أن يطلب له الطبيب تحليل ما يسمى بوظائف الكلا يساوره الشك والقلق ويبدأ الخوف مع أنه وظائف الكلا غالبا ما تكون طبيعية لدى من أعمارهم لا تزيد عن الستين طب بعد الستين يعني لو زادت وظائف الكلا هل في مشكلة؟ بالتأكيد لا لأنها من الطبيعي أنها ترتفع قليلا وظائف الكلا أو ما يعرف بكيدني فانكشن تيست أكتر من فحص الفحص الأول المعروف والمشهور جدا ألا وهو مادة اليوريا اليوريا مادة موجودة في الدم والأصل إنها الكلا تفلتر الدم ويطلع جزء منها مع البول ويبقى جزء بشكل طبيعي في الدم لكن هذا إلو قياس أو إلو نسبة محددة الأصل ما تزيد عنها الفحص الثاني هو فحص بنسميه الكرياتينين والكرياتينين أيضا هذا من نواتج أكل اللحوم والبروتين والعضلات واستنفاذ الطاقة يعني نواتج طبيعية ولكن إن زاد تركيزه في الدم قليلا ممكن يسبب مشكلة فحص ثالث اسمه اليوريك أسد المعروف جدا واللي بسبب النقرس كما يعني بيعرف الكثير من الناس في فحصات غير معروفة لدى أيضا الكثيرين منها فحص إحنا بنسميه glomerular filtration rate أو معدل الفلترة النشط من الطبيعي إنها الكلا بتفلتر تقريبا تسعين أو الكليتين بفلتره تسعين ملي من الدم في الدقيقة الواحدة لو زاد قليلا هذا بيكون طبيعي لكن لو قل عن هيك تبدأ المشكلة لو قل عن ستين بتكون مشكلة أكبر لو قل عن التلاتين بيكون مشكلة تحتاج تدخل سريع بالمناسبة حديثي عن وظائف الكلا يجب بل ويجب جدا استشارة طبيب الكلا قبل أو حتى بعد بتسويهم يعني إذا كنت حابب تطمئن على نفسك ماشي ممكن تروح لأي معمل وتطلب هذه الفحصات لكن وين المشكلة؟ المشكلة إنه كل معمل بيعتمد أرقام أو نتائج طبيعية قد تختلف من معمل إلى آخر وبالتالي إنه الرقم اللي بيكون عندك ظهر في نتائج التحليل ممكن يكون الرقم هذا إزميلك أو جارك أو صديقك قال لك لا والله أنا عندي الرقم هذا كان أقل من هيك والدكتور قال لي طبيعي أنت بتقلق وبتقول والله يبدو إنه عندي مشكلة في الكلا أو أنا على بداية الفشل الكلوي الحقيقة إنه وظائف الكلا في كثير من الأحيان لا تعكس في كثير من الأحيان لا تعكس حقيقة ما يجري في الكلا كيف يعني؟ يعني في معظم أمراض الكلا أو الأمراض اللي بتصيب الكلا حتى بشكل مزمن قد تكون الوظائف طبيعية ولا يظهر ارتفاع تلك الوظائف إلا في مراحل متأخرة والعكس صحيح إنه لو ارتفعت عندك الوظائف الآن أنت شاب في مقتبل العمر وروح تعمل فحص وظائف الكلا ووجدت إنه والله اليوريا شوية مرتفعة والكرياتينين مرتفع لكنك ما أخبرت الطبيب إنه أنت بتمارس رياضة عنيفة أو أنت بتحب اللحوم وأكل البروتين وهذا شيء طبيعي إنه تكون عندك الوظائف عالية شوية لكن المش طبيعي إنها تبقى مرتفعة على طول وتبدأ تنعكس هذه الوظائف ارتفاعها على بعض الأعراض الأخرى شو هي الأعراض اللي إحنا دائما بنقول والله يجب على أي واحد فينا لا قدر الله لو عانى من هذه الأعراض يجب إنه يطلب يعني أو عمل فحص ما يسمى بوظائف الكلا أول عرض هو ارتفاع ضغط الدم يعني ضغط دمك ارتفع وأنت مش عارف ليش أو ما فيه يعني أسباب واضحة على طول إعمل فحص وظائف الكلا أنت مريض سكر والسكر عندك يعني مش منتظم أو صار له السكر عندك أكتر من سنة ويعني شوية بتفوت في الأدوية وليش؟ لأن السكر بيهلك نسيج الكلة يعني أحد أهم الأمراض المزمنة التي تعمل على إتلاف نسيج الكلة وضرر الكلة هو السكر الشيء الثاني واحد أصيب بوعكة صحية شديدة يعني أصيب بالتهاب رئوي حاد أو تعرض إلى إصابة معينة في حادث طرق أو إلى سقوط أو أو واستدعى ذلك إلى دخوله المستشفى وإجراء جراحات أو يعني الأمور كانت صعبة شوية يجب الإطمئنان وعمل فحص لوظائف الكلة الأمر الثالث بديت تعاني من انتفاخ أو تورم حول العين يعني بديت تلاحظ الصبح بتصحى من النوم عينيك بنفخين أو بتلاحظ أن القدمين عندك فيهم تورم أو انتفاخ وتحديدا عند مفصل الكاحل يجب الإطمئنان على وظائف الكلة كمان لو أنت عانيت من أعراض مش مفهومة شو هي الأعراض المش مفهومة؟ يعني فجأة بديت تشعر بالتعب والإرهاق بدون سبب يعني منتش باذ المجهود ولا أنت بتجري ولا أنت بتمارس رياضة معينة ولا بتطلع سلم يعني إلى طوابق عليا وبديت تشعر بالتعب والإرهاق بدأت تعاني من نوبات من الغثيان أو حتى من الغثيان الشديد قد يصل إلى مرحلة القيء أيضا يجب استشارة الطبيب والإطمئنان على ما يسمى بوظائف الكلة إذن كتير من الحالات اللي ممكن إحنا دخلينا نقول والله آه لازم أعمل فحص لوظائف الكلة حتى أطمئن على الكلية لكن يجب نذكر الآن بشو الكلية السليمة بتعمل في أجسامنا الكلية ما هياش بس بتخرج لي البول يعني وظيفتها ليست إفراز البول وإن كانت مهمة هذه الوظيفة مهمة جدا وأساسية ولكن الكلية تتحكم في مستوى الأملاح في جسمك الكلية هي اللي بتحافظ على توازن السوائل في جسمك الكلية هي اللي بتنشط فيتامين دال علشان هيك الناس اللي بيعملوا فحصات لفيتامين دال وبلقوها دائما مختلة أو منخفضة عليهم بمراجعة الطبيب والإطمئنان على وظائف الكلية أو على الكلية ككل بالمناسبة وظائف الكلية اللي حديثي بتمحور في هذه الحلقة حواليها ليست الشيء الوحيد اللي من خلالها أنا باطمئن على وظائف الكلية على الكلية أو كيف تعمل الكلية في فحصات كثيرة من ضمنها الفحصات الإشعاعية هذه مهمة جدا سواء كان الـ CT أو الـ QB أو فحص الرنين المغناطيسي أو فحصات كثيرة إذن لازم أعرف أنا شو الكلية بتسوي الكلية كمان من خلال فيتامين دال بتحافظلي على صحة العظام فيتامين دال مهم جدا لصحة العظام والأسنان الناس اللي بيعانوا من مشاكل في العظام وكذا أيضا لازم يطمئنوا على وظائف الكلية الكلية بتلعب دور في إنتاج الدم الناس اللي عندهم أنيميا وفقر دم هذا مهم جدا لأنها بتفرز هرمون الإيرثروبيوتين واللي بحفز النخاع العظمي لإنتاج كرات الدم البيضاء وظائف الكلية كثيرة جدا لكن هذا بشكل مختصر نيجي الآن للفحوصات المشهورة اللي بنسميها فحص وظائف الكلية الفحص الأول والمشهور جدا هو مادة اليوريا اليوريا الأصل إنها تتفلتر وتخرج مع البول وبالجزء منها بيبقى موجود داخل الدم من الطبيعي اليوريا إنها تكون من 15 إلى 45 ميلي جرام بير دي سي لتر لكل 10 سنطي من الدم طيب في ناس بيختلط عليهم الأمور وبروح بقول يا دكتور إحنا عرفنا هي من 6 إلى 23 هاي اللي من 6 إلى 23 فحص بنقول عنه بي يو أن بلد يوريا نيتروجين وهذا علشان أنت تعرفه بكل سهولة بتروح بتقسم الناتج من اليوريا اللي طلعت على شكل من 15 إلى 45 بتقسمه على 2.14 من 100 بتقسمه على 2.14 من 100 بطلع النتيجة عندك يعني تقريبا في المعدل الطبيعي واللي الأصل تكون حوالين العشرين أو أقل من عشرين بشكل قليل هذه بنسميها طبعا الفحصين بيدوني نفس المعنى ولكن قراءاتهم تختلف اليوريا بتكون من 15 إلى 45 البي يو أن بتكون تقريبا من 6 حتى 23 أو 24 والطبيعي إنها تكون لحد العشرين حتى نسهل عليكم طبعا اليوريا بتنتج عن تكسير العضلات للبروتين أو هي أحد نواتج البروتين بعدما الكبد بيصنع الأمونيا والأمونيا بترتبط بالهيدروجين وبالكربون وبالنيتروجين وبيبدأ هنا إنتاج ما يعرف بمادة اليوريا المادة السامة اللي الأصل تخرج من أجسامنا عن طريق الكلة هذا الفحص الأول الفحص الثاني هو الكرياتينين والكرياتينين منتج أو ناتج أيضا من العضلات عند استهلاك العضلات وعند بذل المجهود والتمارين والرياضة العنيفة وطبعا العضلات شو مكونها الأساسي؟ هو البروتين يعني كله في الأساس نواتج البروتين الكرياتينين الطبيعي أنه يكون من نص إلى غاية واحد ميلي جرام بير دي سي لتر من نص إلى غاية واحد طيب هذا عند السيدات عند الرجال عادة بيكون من 0.7 حتى 1.2 أو 3 يعني 1.3 من 10 طيب هل الطبيعي عندي ممكن زي الطبيعي عندك؟ بالتأكيد لا كلنا بنختلف عن بعض لكن المش طبيعي أنه يكون عندي مثلا 0.7 فجأة ألقيه 1.3 يعني أنا أجريت الفحص قبل شهر كان عندي 0.7 طبيعي وبعد شهر أجريت الفحص لقيته 1.3 أنا بقول لك هنا بكل صراحة أنه الكلية فقدت نصف قوتها أو نصف كفائتها وعليك أنك هنا فورا استشارة طبيب الكلة أو الطبيب المتخصص في أمراض الكلة هذا الفحص مهم جدا لبديني انطباع جيد عن حالة أو كفائة الكلية في فحص ثالث اليوريك أسد اليوريك أسد أيضا من وظائف الكلة ولكنه فحص يعني ممكن يرتفع ويزيد أو يعني يزيد أو يقل من خلال زي ما الناس كلها بتعرف أكل اللحوم والبعض بسميه حتى طبعا معروف أنه بسبب النقرص وبترسب على شكل بلورات في المفاصل وبسبب مشاكل لكن هذا لو زاد عن أرقام تتعدى اللي هو الطبيعي طبعا الطبيعي الكرياتينين من 2.5 حتى لغاية 7 تقريبا لكن لو وصل 7 أو 7.5 أو حتى 8 أنا ما بشخص المريض أنه نقرص لازم أقول له أو أتعرف شو بياكل وشو نمط يغمه وكيف بروحه بيجه وبنام وبياكل وبشرب السكر بالمناسبة بيعلي اليوريك أسد لكن في فحصين تنين يعني أقل من الناس بعرفوهم رغم أنه الفحص الأول اللي بدي أحكي عنه اللي هو السستاتين فحص مهم جدا ولكنه طبعا مكلف لكنه أدق بكثير وبيعطيني انطباع عن اللي هو كفاءة الكلا بشكل أفضل اللي هو السستاتين سي بنقول عنه وهذا الفحص زي ما قلنا لكم دقيق لكنه سعره مكلف شوية فحص خامس نقول فحص مشهور جدا زي ما حكينا لكم في البداية اسمه طبعا له اختصار مشهور جي أف آر شو الجي أف آر غلاميريولر فلتريشن ريت شو يعني هاي المصطلح هذا الغريب قال هو معدل الفلترة الكبيبي شو هي الكبيبات؟ الكبيبات في كل كلية عندي مليون ومتين وخمسين ألف نفرون النفرون هو الوحدة الوظيفية اللي بتفلتر لي الدم يعني كل كلية فيها مليون ومتين وخمسين ألف كليا صغيرة يعني هذي الكليا هو النظام اللي بيشتغل واللي بيفلتر وهذا موجود كله في قشرة الكلية صحيح بتكون الأنابيب تبعته داخلة في عمق الكلية ولكن موجود في الكلية وبنسميه الكورتكال نفرون وهذه النفرونات في كل كلية يعني عندي في الكليتين تقريبا 2 مليون و 500 ألف نفرون أو وحدة وظيفية تقوم بفلترة الدم طيب هذي كيف بنقيسها فيه آلة بندخلها للمريض أو للإنسان اللي بعاني من وظائف الكلا لا ما في قياسه ولكن يعتمد قياسه على حقن بعض المواد للمريض مواد خارجية يتم حقنها ويتم قياس هذه المواد في الدم كل فترة من خلال ذلك بعرف أنا قديش عندي هذه المعدل اللي هو المعدل الفلترة الكوبيبي والأصل أنه يكون أعلى من 90 ولو قال عن 90 تبدأ المشاكل لو قال عن 60 مشكلة أيضا لو قال عن 30 مشكلة كبيرة جدا لدى هذا الإنسان ويجب متابعة المشكلة مع طبيب الكلا الفحص هذا قلنا إما عن مواد إحنا بنحقنها بنقيسه خارجية وإما لأنه مكلف هذه المواد أيضا مكلفة وإما بلجأ للمواد الداخلية الموجودة أصلا ألا وهي الكرياتينين اللي هي من وظائف الكليا بقيس الكرياتينين كل فترة في الدم قديش بيكون موجود واليوم حتى نسهل عليكم أكتر مواقع طبعا بيعتمد هذا الفحص على ثلاث عوامل مهمة نسبة الكرياتينين في الدم وبيعتمد على العمر وبيعتمد على الجنس وبيعتمد على اللون لون البشرة هل أنت يعني بتلاقي اليوم في مواقع إلكترونية جاهزة بتدخل بياناتك عليها وبتروح يعني وأنا هأضع لكم رابط لأحد هذه المواقع اللي من السهل جدا تعرف قديش عندك اللي هي معدل الفلترة الكوبيبي وبديك مؤشر جيد جدا عن حالة الكلا وظائف الكلا قد تتأثر بالأطعمة اللي بتكلها هذا صحيح وقد تقل بسبب عوامل أخرى إنسان كتلة العضلية قليلة وبسيطة أو عنده أمراض في الكبد أو ست حامل أو كذا ممكن نلاقي وظائف الكلا عندها بتنزل إنسان ممكن هو بياكل لحوم كتير بياخد أدوية كتير وعلى رأسها المسكنات وبعض المضادات الحيوية زي الترايميثوبريم أو التتراسايكلين هذه قد تؤثر على أو الكورتيكاسترويد هذه الأدوية قد تؤثر على وظائف الكلا وترفع مستوياتها علشان هيك وظائف الكلا مهمة جدا إنك تعرفها رغم إنه إياك أن تأخذ أول قراءة عنها كأنه في مشكلة كبيرة لا تحتاج إلى قراءة أكثر من مرة وأهم من هذا كله تحتاج إلى عرض على طبيب الكلا أو المسالك أي كان أي طبيب أنت بتعرفه أو قريب منك هذا مهم جدا مع أطيب الأبنيات لكم بالسلامة دوما والحلقة هذه زي ما اتفقنا لازم تدخل كل بيت حتى يستفيد منها الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة